السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل اليوم في الشابط الرقم 9 اللي هو عنوانه Kinetics of Particles in Newton's Second Level طيب خلال المحاضرة الثانية من الشابط التاسع هذا هنشوف Questions of Motion لكن بالنسبة لحالة لما تكون حالة حركة دورانية علشان كده هنشوف Normal components طيب هناخذ حالة يكون فيها يعني حركة دورانية مثلا الجزائعة بي هذي البرتكل هذي هتحرك حسب الكورف هذي يعني هتنتقل من النقطة P على P للنسبة للP سيكون السانتر سيه اللي هو محور الدوران أو نقطة الدوران سيكون شعاع أو نص القطر اللي هي المسافة هذه نفسها المسافة هذه اللي هي الرو المسافة المقطوعة اللي هي دلتا أس يعني الزاوية هذي اللي هي دلتا تيتا ستكون دلتا أس على الرو اللي انتم شايفينها هنا طيب الفيلوشيتي اللي هي هتكون على خط التماس هتكون الكامباني تمتاحها E T اللي هي الكامباني تمتاحها على خط التماس علشان كده الفيلوشيتي هتكون الفكتور V هيكون V E T يعني هتكون بكتور V اللي هو الكمباني تمتاحه V على المحور منتاح خط التماس اللي هو دي عاوزين نمر من خلال الفيلوشيتي هنمر للتسارع بالنسبة للتسارع هيكون يعني A هيكون D V على D T طبعا L V اللي هي الفكتور اللي هي V E T هنعوز هيكون المشتقم تاعت L V في ال E T المشتقم تاعت L V في ال E T بلاس L V في المشتقم تاعت L A E T على D على D T بالنسبة للترم هذا وهو نفسه هذا ما تغير لكن بالنسبة لل D E T على D T هو اللي هو نفسه هذا لكن شو صار ضربنا في D T وقسمنا على D T وهنا ضربنا في D S وقسمنا على D S مفروض انه شي ما تغير طيب لو ناخذ الترم هذا اللي هو D E T على التيت لكن احنا عارفين انه منذ حين لما يكون عندك مكثرا الفكتر هذا E T لو نروح المشتقم بتاعه على هذا الزاوية حيكون يعني عكس اتجاه يعني عقرب الساعة بزاوية 90 حتكون الفكتر هذا الفكتر هذا حيكون اللي هو عمودي على ال E T يعني حيكون في الاتجاه هذا اللي هو هنسميه E N اللي هو النورمال يعني حيكون E N يعني المشتقم تاع ال E T على التيت حيكون على طول الفكتر E N بالنسبة للمشتق متاعة التيتا على الدي اس يعني هذه هي التيتا وهذه الاس يعني لو ناخد دي تيتا على الدي اس يعني هيكون المشتق متاعة هذا اللي هو هيكون على طول واحد على رو يعني هذا هيكون واحد على الرو بالنسبة للدي اس على الدي تي الدي اس اللي هي دلتا اس اللي هي البسافة هاد فنسوي المشتق متاعة المسافة المقطوعة يعني المشتق متاح هيكون ايش هيكون الفيلوس تي طيب لو نعوض يعني حتكون هذه DV على TT في ET اللي هي نفسها هذه بالنسبة للإيان هذه نفسها عندك هنا V وهنا V ستكون V2 نقسمها على الرؤي لأنك حمد ربه لا واحد بتكون النتيجة النهائية هذه بالنسبة للتسارع باللحظة أننا لدينا الكمبانات الأول على التونجونسونسيناو اللي هو هذا اللي هو DV على DT والكمبانات الأولى التالية اللي هو على النورمل يعني الان اللي هي النورمل اللي هي في سكوار على الرؤ THE شيئين V2 على الرؤي الشيء dessايرا يعني يمكن أن نستنتج أنه لما يكون عندنا حركة دورانية التسارع سيكون عنده التونجونسيناو اللي هي على خط التماس اللي هي AT اللi هي تونجونسيناو هتكون الAT اللي هي قيمتها DV على DT وعلى النورمل اللي هي الان الكمباني الثاني ستكون V² على الرؤو ما ننسى ان الرؤو هي نص القطر او شعاع متاعة الدوران لما تكون حركة دورانية لازم نعرف 2 كمباني هذة هنستعملهم هذة من اثنين علشان نجيب المعادلات متاعة الحركة لما انها حركة دورانية لما انها حركة دورانية متاعة البرتكل هذي اللي هي الماس متاحها M اكيد سيكون فيه قوة خارجية القوة خارجية هذي ستكون على المحور التونجونسل اللي هو خط التماس ستكون السجما FT وعلى النورمال هتكون السجما FT طبعا زي ما شوفنا هتكون بالنسبة للتسارع يعني هيكون عنا الAT اللي هي تونجونسلل والتسارع الثاني اللي هي الAN يعني ما ننسى ان الAN والAT ده هي الكمبانيس الاثنين متاعة التسارع اللي هي الAN والAT طيب لما نكتب المعادلة هتكون مجموعة القوة على المحور هذا هي نفسة على المحور هذا اللي هي تونجونسلل هتكون سجما FT تساوي MAT نفس الشي على المحور اللي هو النورمال هتكون نفسة الAN تساوي يعني السجما FN تساوي MIN لو نعوذ الAT بالقيمة بتاعها اللي هي DV على DT بتكون المعادلة هاي ولو نعوذ الAN بتكون V2 على رو بتكون المعادلة هاي يعني هذه المعادلة وهذه المعادلة اللي هم المعادلتين يعطون المعادلتين متعة الحركية متعة الجسم عشان كده سميناهم تونجونسلل النورمال كومبوننس لكن بنتكلم عن تونجونسلل نورمال كومبوننس لما تكون حركة دورانية طيب هذا هو يعني شابتر اليوم إن شاء الله نواصل البقية في المحادرة القدمة والسلام عليكم ورحمة الله